موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا الأحوال الجوية التي ستسود منطقة بلاد الشام خلال الأيام القليلة القادمة ومن الاطلاع على النماذج العددية للتنبؤات الجوية في طقس العرب نلاحظ أن منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة ستتأثر اعتباراً يوم الجمعة بموجة حارة نتيجة تأثر المنطقة بكتلة هوائية حارة قادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة هذه الكتلة الهوائية الحارة تؤدي إلى حدوث ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل درجات الحرارة أو بتكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح وملموس وبالاطلاع على بعض المعلومات المناخية بنلاحظ من الاطلاع على المعلومات المناخية أن شهري تموز وآب هما أعلى درجات حرارة أو أعلى معدلات درجات حرارة في هذان الشهرين وأيضا يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان بحدود 32-33 درجة مئوية بينما معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمشق هو 37 درجة مئوية وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة نتوقع ارتفاع واضح وكبير وملموس على درجات الحرارة طبعا اعتبارا من يوم الجمعة ووصولا إلى بداية شهر آب إذن الطقس راح يكون خلال الأيام القليلة القادمة ما بين طقس حار إلى حار أو شديد الحرارة في معظم مناطق بلاد الشام بشكل واضح وملموس وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدل ما بين على الأقل 5 إلى 7 درجات مئوية والآن نستعرض معدلات درجات الحرارة أو درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مدينة عمان خلال هذه الفترة الزمنية فيوم غد الخميس بيكون الجو حار نسبي درجات الحرارة على المعدلها بحدود درجتين العظمى تسجل في عمان غدا بحدود 34 درجة مئوية والصغرى بحدود 23 درجة مئوية بينما اعتبار من يوم الجمعة حيث تتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها بشكل واضح ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة تتراوح العظمى في عمان يومي الجمعة والسبت والأحد بحدود 37-38 درجة مئوية والصغرى بحدود 26 درجة مئوية أعلى من معدل بشكل واضح ذروة هذه الموجة الحارة ستبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثة ويومي الاثنين والثلاثة ستسجل العظمى بحدود 38-39 درجة مئوية بينما الصغرى تسجل بحدود 26-27 درجة مئوية في ظل هذه الأجواء الحارة التي ستسود منطقة بلاد الشام والمملكة خلال أيام القليلة القادمة نوجه بعض النصائح لجميع مستمعين ومشاهدين أول شيء ينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في فترة ساعات الظهيرة والعصر وأيضا ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة والمرطبة أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم وأرجو لكم أياما سعيدة وموفقة وأن تتكيفوا مع هذه الأجواء الحارة ولا تنسوا متابعتنا على طقس العرب ولا تنسوا أيضا تحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الخلوية الذكية وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة